الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم يقول الله عز وجل في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مما أثبته القرآن والحديث الصحيح وأجمعت عليه الأمة وجود الأولياء والأولياء جمع ولي والولي هو المسلم المستقيم في شريعة الله باطنا وظاهرا يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات ولو من نوع واحد إذا أكثر من نوع من أنواع النوافل إلى حد الإكثار هذا يكفي لا يشترط أن يكثر من كل أنواع الطاعات التي هي نفل هذا ليس شرطا لأن من الناس من تكون همته في قيام الليل يكثر من الصلاة في الليل قيام الليل ويصلي التهجد تكون همته في ذلك ومن الناس من يميل إلى الإكثار من صيام النفل ومن الناس من يميل إلى الإكثار من تلاوة القرآن ويكون قد أخذه بالتلقي مع تصحيح الحروف وإخلاص النية ثم يعيد ويكرر هذه طاعة وعبادة ونور وخير وبركة لأن القرآن يتعبد بتلاوته كلما أنهى الإنسان ختمة يستحب أن يبدأ من جديد وأحد تلاميذة شيخنا وهو الشيخ محمود المعاني كان ملازما لقراءة القرآن كان ملازما لقراءة القرآن لما كان الشيخ رحمه الله في سوريا وفي دمشق كان هذا الرجل الشيخ محمود المعاني كان يساعده في أمور الدعوة وكان أخذ عليه العلم قرأ عليه في العقيدة وأجازه الشيخ في بقية العلوم حتى إن الشيخ مدحه وأسنى عليه ومن جملة ما قاله فيه قال كان نعم العون لي في أمور الدعوة كان نعم العون قال عنه هذا الرجل كنا كلما زرناه في حلب أو في دمشق في الليل أو في النهار يقرأ القرآن كان ملازما لقراءة القرآن وهو رحمه الله من شدة جماله كأنه فلقة قمر على الأرض كان هذا تلاوة قرآن في الليل والنهار وقت الصلاة رأيناه كان يترك المصحف الشريف يقوم يصلي بعدما يصلي يعود إلى قراءة القرآن بعض الناس يحبب إليهم كسرة الزكر يعني يكون هو أدى الواجبات اجتنب المحرمات يعني الأصل كما ذكرنا في دول السابقة يكون تعلم الفرض العيني ثم زيادة على الواجبات التي يؤديها وهو يتجنب المحرمات ماذا يفعل يكثر من الزكر يكثر من الأوراد من الأذكار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار من التهليل وغير ذلك من الأوراد والتحصينات وقراءة بعض الأحزاب من القرآن بعض الناس هكذا يميل قلبه إلى الإكثار من هذا وقد سمعت من شيخنا رضي الله عنه قال في الماضي الذي يبدأ بالسلوك في الماضي كان الذي يبدأ في السلوك كان يذكر في النهار عشرة آلاف تهليلة هذا المبتدئ المبتدئ اليوم بعض الناس إذا قرأ الورد الرفاعي صباحاً ومساءاً بيقول لك عن بقرأ الأوراد يستكثر ذلك يقول لك عن بقرأ الأوراد وإذا زاد وقرأ الورد القادري هو يمكن يظن في نفسه أنه غلب الشيخ بدر الدين الحسني لا ليس هكذا هذا لا يعتبر إلى حد الإكثار مجرد أنك تقرأ ورد الطريقة الرفاعية صباحاً ومساءاً هذا عرفاً ليس إلى حد الإكثار أو أن تقرأ مع ذلك الورد القادري كمان وبتعرفوا الحمد لله الشيخ رضي الله عنه أعطى الآلاف قبل موته من الناس الورد الرفاعي والورد القادري وغير ذلك يعني هذا الورد صار بينكم هذه الأوراد والانتساب للطريقة الرفاعية لمن أخذها من شيخ صالح يصير له ارتباط معنوي بالإمام الرفاعي والسادة الرفاعية لهم لطفٌ رباني في الدنيا وعند الموت عند الاحتضار وفي القبر والآخرة الله يلطف بهم أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرفاعي عندما قبل الرفاعي يد النبي وقد مد النبي له يده الشريفة والحافظ الصيوطي يقول هذه متواترة هذه معجزة للنبي وكرامة للرفاعي الصيوطي يقول هذه متواترة يخشى على من أنكرها من سوء الخاتمة ماذا قال له الرسول لما مد له يده وقال له قم فإني آخذ بيدك وبيد زريتك انتبه وأتباعك بيد زريتك وأتباعك إلى يوم القيامة فإذا هذا مهم جدا المحافظة على الورد الرفاعي والورد القادري هذا مهم لكن هذا وحده أن تقتصر عليه ليس إلى حد الإكثار لا يكون إكثارا إذا كان المبتدئ عشرة آلاف تهليل في النهار في اليوم معناه المنتهي كم كان يذكر هذا الشيخ بدر الدين الحسني رضي الله عنه مع كونه كان فقيه معالم ومحدث يصلي على النبي في اليوم ثمانين ألف مرة هذا الشيخ بدر الدين الحسني فإذا بده يكون انتبه مش رطعب قولك ثمانين ألف مرة لا لكن عرفا يكون إلى حد الإكثار ما يعتبر إكثارا فإذا بعض الناس إما قلبه يميل إلى قيام الليل كما قلنا والتهجد أو إلى الإكثار من تلاوة القرآن أو الأذكار أو الأوراد أو قضاء حاجات الناس إذا كان إنسان عنده استعداد هو مستعد وصار يكسر من قضاء حاجات الناس هذا طريق من طرق الولاية هذا طريق من طرق الولاية سيدنا ومولانا الحسن ابن علي رضي الله عنهما ماذا يقول اسمعوا هذه العبارة من نعم الله عليك حاجة الناس إليك من نعم الله عليك حاجة الناس إليك فبعض الناس يحبب إليه الإكثار من قضاء حاجات الناس من كان عنده استعداد وأكثر من قضاء حاجات الناس هذا يساعد على الوصول إلى الولاية طريق من طرق الولاية طريق من طرق الولاية واحد كان في بلاد الحبشة ماذا حُبِّب إليه تجهيز الموتة يعتني بالميت المسلم لاسيما المسلم الفقير أو الغريب ليس له من يهتم بتجهيزه من حيث الكفن والقبر والتجهيز هو كان يعتني بذلك ومن ماله يدفع هذا الرجل الله أعطاه كرامة بعد ذلك انظروا كان حُبِّب إليه أنه إذا سمع مات فلان المسلم هو يعتني بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وأحيانا يكون هذا غريب يعني ليس له كفا هو يصرف من جيبه يدفع أو للقبر أو لما شابه الله ألهمه أن يكسر من هذه الأعمال الطيبة المباركة في تجهيز الموتة المسلمين وهذا شيء عظيم عند الله إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه هذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين العالم الفقيه المجتهد الذي كان يجتمع بالخضر يقظة يجتمع بالخضر يقظة لما صار هو الخليفة أرسل إليه والي مكة أو بعض الناس من مكة كانوا يدفعون شيئا من المال لكسوة الكعبة ماذا قال عمر؟ لئن أضع هذا المال في أكباد جائعة أولى من أن أضعه على كسوة الكعبة انظروا هذا يقدم إنقاذ الجياع يقدم على كسوة الكعبة هل الكعبة تنضر إذا تركت بلا كسوة؟ لا تنضر أما المسلم الجائع إذا ترك جائعا يموت لاحظت منظروا إلى المقياس قال هذا أحب إلي أن يوضع هذا المال في الأكباد الجائعة هذا أحب إليه من كسوة الكعبة إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة هذا الرجل كان يعتني بتجهيز الموت المسلمين وهكذا إذا أكثر من نوع من أنواع النوافل يكفي وليس شرطا أن يكسر من كل الأنواع كما بينا لا إنما الأصل أن يتعلم الفرض العيني يؤدي الواجبات يجتنب المحرمات ويكثر من نوع من أنواع النوافل ثم الإنسان لا ينبغي له أن يتسرع فيتكلم من تلقاء نفسه بمجرد شهوة نفسه فيقول هذا ولي وهذا ليس وليا ما يدريك أنت ما يدريك كيف عرفت أنت الذي تعطي مقامات الولاية في ديوان الأولياء أنت الذي تعين هؤلاء الأولياء لهم دولة ولهم تدبير ولهم إدارة أمورهم ليست فوضى ليست لك وليست لي نحن عوام إنما هم لهم إدارة الأولياء لهم إدارة فما يدريك أنت أن هذا ولي وما يدريك أن هذا ليس وليا ما يدريك كيف حكمت قبل وفاة الشيخ رحمه الله بمدة كنت عند الشيخ وأردت الخروج جاء شخص بورقة عند الباب عليها نحو سبعة أسماء مشايخ في لبنان وسوريا هل هؤلاء أولياء سألوا لنا الشيخ رجعت بهذه الورقة إلى الشيخ من الباب الشيخ كان في الصالون هنا في برج أبي حيدر فقرأت الورقة للشيخ قلت له فلان يسأل فلان وفلان 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 وفلانة بينهم إمرأة في سوريا وفلان وفلان نحو سبعة يسأل يقول هؤلاء أولياء قال الشيخ لا نجزم لهم بالولاية لا نجزم لهم بالولاية ثم ماذا قال اسمعوا هذه العبارة هنا موضع الشاهد الذي أريده ماذا قال لا نشهد بالولاية إلا لمن شهد له الأكابر شوفوا من الكلام هذا منهج هذا منهج قال لا نشهد بالولاية إلا لمن شهد له الأكابر إذن هذا ليس من وظيفتك يا أخي وليس من وظيفتي واضح نحن من العوام أما هم كما قلت لكم لهم إدارة ولهم دولة أمرهم ليس فوضى حاشة فإذن أما أن تحسن الظن بإنسان برجل أو امرأة ظاهرهم التقوى والصلاح وسبقت لهم الاستقامة سبقت لهم الاستقامة هذا الشرط سبقت لهم الاستقامة ويعرفوا بالالتزام بالشرع أن تحسن به الظن ما عليك ضرر أن تظن به الخير لا بأس أما أن تجزم وتدخل هذا في ديوان الأولياء وتخرج ذاكا من ديوانهم فهذا ليس إليك هذا ليس إليك وليس لي واضح أنت بتحب فلان تحسن في الظن هذا شأنك بس ما أنت اللي بتحط النياشين وما أنت اللي بتوزع المقامات ولا أنا نحن كما قلت لكم عوام إنما سيدنا الإمام القطب الغوص الرفاعي رضي الله عنه وضع منهاجا يعلمنا فيه ماذا قال الاستقامة عين الكرامة وهذا شرط أن تكون سبقت له الاستقامة أما من لم يعرف بأسبقية الاستقامة له كيف تشهد له بالولاية كيف تشهد له بالولاية هنا في هذا المجلس حكيت لكم حادثة حصلت معنا في البسطة الفوق مرة كنا في المسجد بين المغرب والعشاء أعطي درسا في المسجد صارت شوف ناس يجي واحد يحكيهن بدينتهم يركده يقوموا من الدرس يروحوا ركد وأنا عم درس صار فيه شيء ملفت للنظر إجا واحد قال لي لأيلي أنا عبعطي الدرس قال لي إجا فلان الفلاني من سوريا هو هنا في البسطة وهذا من الأولياء قلت له غدا نسأل الشيخ إن شاء الله بيت بالدرس أنا ما قطعت الدرس ولا رحت لعنده حتى بعد الدرس هو بات في البسطة حتى بعد الدرس ما رحت لعنده تاني يوم قبل الظهر طلعت عند الشيخ قلت له مولانا جاء فلان الفلاني من دمشق إلى البسطة تعرفونه قال لي شيخ نعم هذا مشهور هناك ساحر انظروا ساحر ساحر ريك دين عم بيقبلوا له إيدي قاموا من الدرس شفتوا كيف الدعاية شو بتعمل شفتوا الإشاعة شو بتعمل شفتوا التأثير النفسي شو بيعمل طيب إذن هذا الأمر لابد فيه من الحذر والانتباه قد نشوف وحد في الطريق في الشارع يلبس الخيش وينام في الطريق ويكون أفضل مني ومنكم عند الله من يدري رب أشعس أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره يوجد رجل في منطقة في سوريا بعد حمص أبو أمامة الباهلي هو في مقام صحابي هنيك والمنطقة صار اسمها على اسم هذا الصحابي أبو أمامة الباهلي فيها رجل الشيخ عبد الله شهد له والشيخ حسان الرفاعي شهد له بل الشيخ حسان كان يقبل له يده الشيخ حسان الصياد الرفاعي صاحب الأحوال والكرامات كان يقبل له يده هذا اسمه الشيخ محمد نور الشيخ محمد نور هذا الرجل رحنا مرة نزوره وين شفناه قاعد قاعد في بالعامية بيسموها البورة يعني بالخرابة بالهباطة شو بدي يقول بعد بالعفن بالبيت العطيق لمهدم الخربان لفيه مزابل والطريق وحل وحل طريق وحل والمي اللي على التراب سودة وين هو قاعد مربع على التراب وقاعد على الأرض بين كل هالجوه كأنه قاعد على شط البحر ما فرقاني معه ما فرقاني معه هذا الرجل بعض الأحبة الذين كانوا معنا أعطوه شيئا من المال طلع فيون هيك كبون هيك على يعني كأنه قرفين كبون من إيده ما التفت إلى هذا المال لو رأيتم الحالة التي كان فيها عادة أنتو إذا بتشوفوا واحد سرويل وبنطلونه يعني مخزوق ممزق عادة بشو واحد بيرقع بنطلونه يمكن بشوفة ماش من غير لون مثلا بس بتشوف واحد مرقع بنطلونه بكارتونة شوفة كارتون كارتون جايبة مرقع بنطلونه بشوفة الكارتون انظروا هذا شهد له الشيخ عبد الله والشيخ حسان ونحن رأينا منه كان الدكتور كمال الحود والشيخ جمال صقر وثالث قبل ما نحكي نحن معه معه لهذا الشيخ هو تكلم صار يقول أنتم كذا وأنتم كذا صار يتكلم قبل أن نبدأه بالكلام صار هو يتكلم وتكلم بأشياء صحيحة وحتى حكي في الأنساب صار يتكلم في الأنساب قال لسلاسة أنتم من ذرية فاطمة والحسين وهم واقعا فعلا لهم سند يرجعون إلى زين العابدين قال لهم أنتم السلاسة من أولاد فاطمة وزين العابدين انظروا هذا الرجل الذي يراه يمكن ولب يخطر عبيله يقول هذا من الأولياء قاعد بالبطين وبهالوضع اللي حكيت لكم يمرأع بانطلون وبالكارتون إذا مش العبرة بالمظاهر تشوف إنسان لابس لفة خضرة وجب سودة ولحية بيضة وطول وعرض وصيط وسمعة وألفين واحد بيقفوله وألفين واحد بيسلم لا 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 العبرة بما عند الله قد تشوف تشوف واحد ألفين شخص بيوقفوا بيؤدوا له التحية وهو لا شيء وهو لا شيء لا وزن له ها؟ وشوفوا هذا الرجل من شهد له من شهد له إذا ماذا قال الرسول رب أشعس أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب إذا جاء لا يقدم وإذا غاب لا يفتقد يمكن بعض الناس إذا بيشوفوا ما بيفتحوا له البيب ويمكن إذا صافحوا بدون انتباه ورجعوا تبهولوا بروحوا بغسلوا إيديهم عزعمهم وهو قد يكون عند الله من الأولياء إذا مش العبرة بالمظاهر فهذا مش من شأنك ولا من شأنه نقعد نقول هيدا وصل هيدا حيوصل هيدا صار على العتبة وهيدا صار من 13 سنة جوه بالديوان مش ديوان المزرعة ديوان الولاي عزعمهم وهيدا ييييييي بستين سنة ما بيتحضرك من محله صاروا هن عبي يوزعوا المقامات هيدا اسم غرور هيدا اسم غرور تجاوز للحد تجاوزت قدرك تجاوزت قدري إن فعلت ذلك تجاوزت حدي إن فعلت ذلك إذن انتبهوا تحسن الضم بصاحبك بخيك المستقيم لا بأس بس مش أنت اللي بتقعد بتوزع مقامات الولاية والأولياء ومش أنت اللي بتظهر الناس من ديوان الولاية لا يا أخي لا إذن العبرة بالاستقامة الاستقامة عين الكرامة شو الدليل من القرآن والحديث أن الاستقامة شرط الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذا الشرط ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هل الأولياء وأما في الحديث فما رواه ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم شفتوا هذا الشرط هذا الشرط وماذا قلنا قبل ذلك أن يكون تعلم الفرض العيني يعني يتعلم ما يجب عليه من العقيدة أقسام الكفر ليتجنب الكفريات ليعرف كيف يثبت على الإسلام ما لا بد منه من أحكام الطهارة والصلاة إذا كان بده يحج بده يتعلم أحكام الحج عنده ميل ووجبت عليه الزكاة بده يتعلم أحكام الزكاة وهكذا أما الذي لا يتعلم لا يصير وليا ماذا يروى عن بعض كبار الأولياء والعلماء ما اتخذ الله وليا جاهلا ما اتخذ الله وليا جاهلا ما بيصير أصلا لا يصل للولاية جاهل بأمور الدين لا يصير وليا جاهل بأمور الدين لا يصل إلى الولاية الولاية عليه حرام شو يعني حرام يعني ممنوعة الولاية عليه حرام يعني لا يصير وليا وهو جاهل في أمور الدين ما تعلم الفرض العيني لو بؤي سبعين سنة يصوم النهار ويقوم الليل ما بيصير ولي الله ماذا قال في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري والطبراني وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه مما؟ يعني الفرد قبل النفل أما اللي تيرك الفرائض وعم بيشتغل بالنوافل ما بيصير ولي ماذا قال الحافظ ابن حجر ناقلا عن بعض الأكابر اسمعوا هذه العبارة ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور فهو مغرور يعني اللي عليه قضاء صلوات تيركها بدون عذر قل لك اليوم عندي سبعين ألف مرة يا قدوس يا مجيد الله أكبر شو هالهمة هذه سبعين ألف مرة يا قدوس يا مجيد وتيرك الفرض اللي عليه الذي يلزمه على الفور لهو القضاء الفوري قضاء صلوات تيركها بدون عذر هذا على الفور أم على التراخي على الفور بده يؤديها فورا يبلج بالقضاء يملأ وقته بالقضاء إلا ما لا بد منه وإلا كل وقت بده يعبيه بالقضاء إذن هذا لا يصير وليا ثم الأولياء في كل أمة من أمم الأنبياء السابقين لهم وجود يعني في أمة موسى يوجد أولياء موسى نبي رسول عليه الصلاة والسلام في أمة عيسى يوجد أولياء في أمة إبراهيم يوجد أولياء يعني بس على سبيل العنوين والذكر السريع يعني سارة تعرفوا قصتها مع الجبار ما هيك لما أراد أن يضع يده عليها شو صار بإيده هذه التي أراد أن يوصلها إلى جسد سارة لم تصل إليها إيده بل يبست إيده يبست ما استطاع أن يصل إلى السيدة سارة ثم عرف أن هذا من شأنها وكانت توضأت قبل أن تدخل أرض الجبار فجاء واعتذر وقال لا أعود فدعت فتحركت يده انطلقت ثم نفسه الخبيسة حدسته فعاود فيبست إيده يبست ما استطاع أن يصل إلى سارة ثم بعد ذلك عزم على أنه لا يمسها ولا يتعرض لها بسوء فدعت وتحركت يد هذا الجبار وأعطاها الهدايا واعتزر منها وقال أخرجوها من أرضي قال أخرجوها من أرضي هذه شو اسمها كرامة طيب سارة من أتباع إبراهيم زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها طيب جريج 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 قصة الراعي قصة الولد الذي حملت به المرأة من زنه وافترت على جريج الذي كان من أتباع عيسى على الإسلام جاءت به وجاء الناس وكانوا يعتقدونه له شهرة في البلد حتى عند الملك يحترمونه لأنه كان من العباد الزهاد فافترت عليه أعداؤه دفعوا هذه المرأة الزانية ذهبت إليه صارت تتعرض له لا يلتفت إليها كأنها معزية ما أثرت فيه كأنها جيج مرأة قدام البيب ما أثرت فيه كأنها جدار انغازت هي انغازت فلما رجعت رأت راعي فمكنته من نفسها فواقعها فحملت بالحرام بالزنا ثم انتظرت إلى أن ولدت وجاءت بالولد صارت تقول هذا من جريج والعياذ بالله كان أعداؤه دفعوها لذلك وأعطوها مالا لأنهم أرادوا أن ينتقموا منه بزعمهم لأنه صار معتقدا عند الناس وعند الملك يعني الغيرة الحسد انظروا طيب شو اللي صار اجوا الناس ربطوا بالحبال ربطولوا رأبته حطولوا الحبل برأبته وجروه من الصومع وهدموا الصومع بالفؤوس ثم أرادوا قتله أرادوا قتله قال أمهلوني حتى أصلي ركعتين وهذا دليل على وجود الوضوء في شرائع الأنبياء سار توضأ وعلى وجود الصلاة في شرائع الأنبياء جريج صلى ركعتين بركوع وسجود هذا دليل على أن الأنبياء في شرائعهم طهارة وضوء غسل من الجنابة وصلاة بركوع وسجود شو عمل صلى ركعتين خفيفتين ما طول بالصلاة هو من عادته يطيل طيب لماذا خفف لأن لا يظن فيه أنه خائف من الموت خفف أنه من خائفين هو ثم قبل أن يقبلوا إليه هم يريدون قتله وضع إصبعه في سرة هذا الولد المولود الجديد حديث الولادة قال له يا غلام من أبوك فقال الغلام هذا الطفل ابن ساعات قال الراعي أبي قال الراعي برأ جريجا رضي الله عنه فأقبل الناس عليه انكبوا يقبلون يديه ورجليه واعتزروا منه وقالوا له إن شئت نعيد صومعتك من زهب قال لا أعيدوها كما كانت من طين هذا كرامات طيب هذا من الأمم السابقة معنية الأنبياء جاءوا بالإسلام وأتباع مسلمين وكان فيه من أتباع أولياء وكان يوجد من أتباعهم أولياء وهذا كذلك من أتباع عيسى جريج وأيضا قصة أهل الكهف هؤلاء أيضا في الأمم السابقة والله أعطاهم هذا الأمر العجيب ثم السيدة مريم رضي الله عنها وكل هول من الأمم السابقة السيدة مريم قصتها الكل يعرفها كان يأتيها طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف الآيات تسمعون بها وربما تحفظونها كلما دخل عليها زكري المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هذه السيدة مريم الصديقة الطاهرة النقية الولية المسلمة كانت تابعة لزكري على الإسلام وزكري نبي ثم كانت أما لعيسى عليه الصلاة والسلام وعيسى جاء بالإسلام وهكذا كل الأنبياء وأما قول جريج للطفل من أبوك يعني صورة يعني ينسب إليه صورة قال الراعي يعني صورة فالحاصل هذا أمثلة عن وجود الأولياء في الأمم المسلمة السابقة كذلك آصف ابن برخية صاحب سليمان وقصته مذكورة في سورة النمل قصته في القرآن يعني تخيلوا أنت عرش بالقيس ملكة سبأ في اليمن بعض علماء التفسير والسير والتاريخ يقول كان طول طول هذا العرش 80 ذراع وعرضه 60 ذراع وبعضهم قال كمين عرضه 80 ذراع وكان من الزهب الخالص مرصعا بالدر واليواقيت وعليه سبع أبواب وجيش لحراسته وسليمان أين كان على قول بعض المؤرخين والمفسرين في بيت المقدس وبعضهم قال في تدمر في بادية سورية في تدمر وكان سليمان له ديوان يحكم فيه بين الإنس والإنس وبين الجن والجن وبين الإنس والجن في هذا الديوان ستمائة ألف كرسي لسليمان قاعدين بالديوان سليمان سأل الذين عنده من منكم يأتيني بعرش بالقيس وهو وين في تدمر أو في فلسطين وعرش هوين قلنا في سبأ في سبأ من أرض اليمن وعليه الحراسة والجيش وسبعة أبواب يعني سبع قصور مغلقة عليه أو سبع أبواب مغلقة عليه وبهالصفة التي ذكرناها يعني إذا بتعمل أنت عملية حساب أو عملية هندسية قدي بده مساحة وقدي بيطلع وزنه هذا شي ضخم جدا تمانين ذراع بتمانين ذراع من الزهب الخالص الصافي يعني الحجم أديه والوزن أديه مزين مرصع بالدر واليواقيت والجواهر قال عفريت من الجن وهو الشديد القوي أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا شو يعني؟ يعني قبل ما ينتهي المجلس بين الناس بيكون جبتلك عرش بالقيس قال الذي عنده علم من الكتاب شوفوا شرف العلم العلم بيوصل للولاية العلم بيوصل للكرامات قال الذي عنده علم شوفوا شرف العلم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني عرض ما هو أسرع بكثير مما عرضه العفريت الجني شو يعني قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قاعد هيك مثلا أطلق نظره إلى آخر المجلس قبل أن يرتد إليه طرفه كان العرش عنده مين؟ آصف ابن برخية من أولياء الإنس جيب عرش مين بالقيس إلى مجلس سليمان سليمان ليش جيب عرش بالقيس؟ مش حبا في المال والدنيا سليمان أراد أن يخليها طردخ للإسلام وهي لما دخلت وراءت ذلك تعجبت صعقت يعني من دهشتها ما جرأت تقول هذا عرش قالت كأنه هو أنه اللي بقلها أنه مين بده يجيب عرشها المسافة والحراسة قالت كأنه هو فلما تأكدت عرفت أن سليمان نبي فتشهدت ودخلت في الإسلام سليمان من مطمعهم بمالها وبملكها كان أقوى منها وأغنى منها وما كان يأكل المال لإله كان كل يوم يطعم الناس مئة ألف رأس غنم وثلاثين ألف رأس بقر كل يوم يطعم هذا للناس ويطعمهم الخبز الذي يخبز من الدقيق الأبيض الناعم الصافي ولنفسه يأكل من خبز الشعير اليابس الذي مضت عليه مدة يغمسه في اللبن الحامض ويأكله هذا سليمان سليمان لو أراد الدنيا لطحنت له الجواهر لكن لا الأنبياء أزهد خلق الله في الدنيا لكن هو أراد أن يخليها طردخ للإسلام لأجل أن تسلم وأسلمت وأسلمت لكن لم يثبت في الحديث أنه تزوجها إنما هذا في أقوال بعض أهل السير الحاصل هذه أمثلة وعندنا أمثلة غير هذه أن في الأمم المسلمة الماضية أولياء وكرامات لكن وجودهم في أمة محمد أكثر بكثير وهم في الرجال والنساء وهم في الرجال والنساء إذن ما هو شرط الولاية الاستقامة ذكرنا الأي وذكرنا الحديث وذكرنا ما قال الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنها والولي انتبهوا الإنسان إذا دخل في الولاية لا يخرج منها بعد ذلك من صار وليا صار حبيبا لله ومن صار حبيبا لله لا ينقلب بغيضا لله بعد ذلك ومن صار حبيبا لله فإن الله لا يعذبه لأن الله لا يعذب أحبابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليس عليهم خوف من العذاب في المستقبل ولا هم يحزنون بعد مفارقتهم الدنيا على ما مضى منها لأن الولي عند الموت عندما يقول له عزرائيل السلام عليك يا ولي الله أبشر برحمة الله ورضوانه قلبه يمتلئ فرحا وسرورا ويحب أن يموت بسرعة لماذا؟ لأنه يعرف أن ما ينتظره بعد أعظم من النعيم ولو قيل له ارجع إلى الدنيا واحكمها وكن فيها الملك يقول لا أريد لما له من الكرامة والبشرى إلا شهيد المعركة يتمنى أن يعود ليس لأجل الدنيا بل لما للشهيد من كرامة وشرف من مقام يعني وشرف فيتمنى أن يعود ليقاتل ويقتل في سبيل الله ليس لأجل الدنيا أما الولي إذا قيل له ارجع إلى الدنيا واحكمها يقول لا أريد لا أريد فإذن من صار وليا لا يعود بعد ذلك عدوا لله والله لا يعذب أحبابه أما إذا قرأتم أو سمعتم أن من العلماء من قال إن الولي قد يتغير حاله وينقلب ويخرج من الولاية فهذا القول ليس معتمدا هذا القول ليس هو المعتمد هذا القول ليس هو القول الصحيح لكن انتبهوا لا تتسرعوا إلى تكفيرهم لماذا؟ لأنهم فسروا الأمر على أنه في الدنيا انقلب حاله لم يعتقدوا أنه في تقدير الله ومشيئة الله صار وليا ثم تغيرت مشيئة الله لا هم لا يعتقدون إنما يعتقدون هو حاله تغير في الدنيا كان حسنا ثم صار حاله سيئا في الدنيا ولا يعتقدون أن المشيئة تغيرت ولا يعتقدون أن الله شاء له أن يكون من أهل السعادة ومع ذلك هو انقلب لا هم لا يعتقدون هذا إنما فسروا الأمر على حاله عندما كان حسنا وعندما انقلب فصار سيئا فهؤلاء وفيهم من الأكابر من قال هذا لكن قوله ليس معتمدا فيهم من الأكابر لكن قوله ليس معتمدا القول المعتمد هو من صار وليا لا يعود عدوا لله بعد ذلك واضح لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم الأولياء الله ينتقم لهم من أعدائهم الله ينتقم لهم من أعدائهم وعلى سبيل المثال نذكر أمثلة سريعة على ذلك أحد الصحابة وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه هذا كان مجاب الدعوة كان في مكان في المدينة المنورة يقال له أحجار الزيت سمع إنسانا يطعن في علي والعياذ بالله وسيدنا علي هو ختا رسول الله على ابنته الزهراء وهو ولي صالح إمام عالم مبارك حبيب الله وحبيب الرسول ها؟ رجل اجتمع عليه الناس في أحجار الزيت وهو يشتم علي سعد بن أبي وقاص لما رأى ذلك وأقبل إلى هذا الاجتماع الناس فتحوا له الطريق فدخل هذا الرجل كان واقفا على الدابة أو جالسا على الدابة يشتم علي فماذا قال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن علي قال له إن كذبت قال له سعد بن أبي وقاص إن كذبت الله ينتقم منك هذا الرجل ما استتم كلامه حتى ساخت به ذابته فوقع عنها فجاء رأسه على حجر فانفلق ومات اللي عم بيسب سيدنا علي رأسه انفلق أمام الناس ومات ومات ثم من الأمثلة على ذلك ما حصل مع بعض الذين عذبوا الأولياء والصلحاء والذين عذبوا أهل العلم والتقوى كأحمد بن حنبل كأبي حنيفة كمالك كأحمد بن نصر الخزاعي هؤلاء إما وعلماء وأولياء سجنوا وعذبوا وضربوا وقتلوا ومنهم من حز رأسه أحمد بن نصر الخزاعي حكيت لكم قصته في الماضي بالتفصيل الله تعالى انتقم من هؤلاء الذين عذبوهم في الدنيا قبل الآخرة الله ماذا يقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فقد آذنته بالحرب هذا مثال كلنا يعرفه الذين اشتركوا في مقتل الحسين والحسين من سادات الأولياء الحسين من سادات الأولياء كل الذين اشتركوا في مقتل الحسين في كربلاء الله انتقم منهم وعجل عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة منهم من مات عطشا ومنهم من مات حرقا احترق ومنهم من غرق فمات ومنهم من اسود وجهه ومنهم قال أنا اشتركت في مقتل الحسين وما أصابني شيء وقع فمات وآخر رأى في المنام تصطن فيه دم الحسين فكحل منه فقام وقد عميه فقام وقد عميه الله ماذا قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب والتاريخ يشهد كل الذين يعادون الأولياء ويحاربون الأولياء انظروا إلى تواريخهم وانظروا كيف انتقم منهم وانظروا في الذين حاربوا شيخنا وحاربوا دعوته من زعماء ورؤساء وجماعات وأحزاب وفرق وجمعيات كذبوا عليه وافتروا وحاربوه وكادوا له وقتلوا تلميذه البطل نزار حلبي وكادوا لدعوته في الدنيا كيف أن الله تعالى شتتهم ومزقهم وفرقهم وانتقم منهم وفضحهم وأظهر الشيخ وجماعته في الأرض في الدنيا التاريخ يشهد التاريخ يشهد لذلك من صار وليا لله ما سيريد بعد ذلك من هذه الدنيا الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة خمسمائة ملك من ملائكة الرحمة يقعدون من هذا الولي حوله على مدى وجوههم كالشموس يضحكون إليه يبشرونه وعزرائيل يبشره يمتلئ فرحا وسرورا وأنسا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله يختم لي ولكم بكامل الإيمان وجعلني الله وإياكم منهم والحمد لله رب العالمين هللوا وصلوا على رسول الله